وإلى غزة قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ألقى نحو 40 ألف طن من المتفجرات أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وذكر رئيس المكتب سلام معروف في بيان أن أيام الهدنة كشفت عن حجم المجزرة الكبيرة التي ارتكبها الاحتلال حيث ألقى جيش الاحتلال 40 ألف طن من المتفجرات وأضاف إن جرائم الاحتلال وقعت بعيدا عن أعين الكاميرات بعد قطع التواصل مع العالم الخارجي مبينا أن القنابل التي استخدمها الاحتلال أخيرا لم تستخدم من قبل ونتيجة لذلك تم دفن مئات الشهداء في أماكن استشهادهم بمدينة غزة وشمالها